موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة قرابة الأسبوع لتواجد الوفد العراقي برئاسة السوداني في الولايات المتحدة الأميركية تفاهمات وشراكات ومضاحثات مع كبريات الشركات الأميركية قسم منها حكومي وقسم منها وقعها القطاع الخاصة العراقي ورجال الأعمال مع الشركات الأميركية اتنوعت هذه التفاهمات بمختلف المجالات منها ما يخص القطاع النفطي قسم يخص قطاع الكهرباء وكيفية التطوير وزيارة الإنتاج وصيانة المعدات وقسم يخص الجانب الاقتصادي والاستثماري بالمجمل هوية التفاهمات اقتصادية استثمارية وهذا أمر طبيعي قياسا بنوعية الوفد المتواجد بأميركا التركيز على الجانب الاقتصادي الاستثماري أكثر من الجانب العسكري والأمني مستقبل هذه التفاهمات والشراكات الجديدة من الناحية السياسية والاقتصادية الناقشها من خلال هذه التفاهمات رحب بكم مرة ثانية ورحب كذلك بضيوفنا بالأستوديو الدكتورة نداء الكعبي رئيس مركز أخبار وطن وكذلك الرحب بالأستاذ حليم سلمان الكاتب والصحب رحب بكم مرة ثانية ضيوفنا الأكارم دكتورة نداء بداية مع قرب نهاية هذه الزيارة شلون تابعت هذه الزيارة أهمية هذه الزيارة بالنسبة للوضع العراقي قياسا بالشخصيات التي التقى بها رئيس الوزراء طبعا أجدد الترحب والتحية لحضرتك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الأيام الكرام حقيقة زيارة مهمة جدا على مستوى النوع هي زيارة نوعية طبعا تعلقت بالمصلحة العراقية العليا وهي زيارة مهمة هذه زيارة حضرتك تقدر تقول لي هذه زيارة هي مول أولى وقد تكون مول أخيرة لكن هي زيارة يعني مفردة من نوعها كرؤي زاء الوزراء السابقي نعم كان لهم زيارات لكن هذه زيارة تغيير في النوع أنه هي زيارة مو سياسية مو عسكرية فقط إنما نقلت العلاقات العراقية الأمريكية نقلة جديدة تحولنا من العلاقات العسكرية والسياسية إلى علاقات الشراكة العلاقات الاقتصادية العلاقات الثقافية العلاقات أيضا قائمة على تكنولوجيا المعلومات وقضية الطاقة الدموية والعلاقات الثقافية لأول مرة نرى عدد من الطلاب المبعوثين من 5000 طالب اليوم سيسافر إلى واشنطن 3000 طالب لإكمال الدراسة هناك في أمريكا قضية الزيارات اليوم رئيس الوزراء زار متحف قدمولة تحفة أثرية من الآثار العراقية هي تحفة قيمة جدا كذلك زار عدد من الجامعات هذه زيارة جديدة ما كانت في أستابق رؤساء الوزراء أو المسؤولين السياسين يقومون بهذه الزيارات أو في السامق اعتبار رئيس الوزراء العراقي متواجد بواشنطن البعض ينظر له زيارة بروتوكولية زيارة بروتوكولية طبيعية لكن هذه الزيارة صار الأسبوع الوفد العدد 153 تقريبا شخص الذي رافق السيد الرئيس الوزراء هذا أطخم وفد في تاريخ الزيارات إلى دولة أو حتى إلى واشنطن بالتالي هذه الزيارة مختلفة جملة وتفصيلا تفاصيل هذه الزيارة وأهدافها والأشياء التي ضمنت بهذه الزيارة أيضا هي مختلفة فلها تأثير مهم جدا القضية المهمة التي أريد أن أتحدث عنها هي أن هذه الزيارة زامنت وهي الأزمة السياسية والأزمة بالمنطقة بالأقليم كذلك أنه في داخل العراق أيضا تأزم يعني اليوم عندنا مثلا بعض القوى السياسية هي رافضة الوجود الأمريكي البعض من يطالب انسحاب القوات الأمريكية تشكلت لجنة عسكرية من البنتاغون ومن وزارة الدفاع العراقية وهذه اللجنة بإشراف الرئيس الأمريكي والسيد الرئيس الوزراء الآن ننتظر نتائج هذه اللجنة فإذا في ظل هذه الأجواء تكون هكذا زيارة وتتمخط عنها نتائج اقتصادية نتائج ثقافية نتائج أيضا متعلقة بالجانب الاقتصادي والصناعي والزراعي كذلك تتحول العلاقة من سياسية وعسكرية إلى علاقة شراكة يتم إهداء طائرات إلى العراق وهذا مهم جدا وهذه الشراكة متنوعة بين اقتصاد نعم بين اقتصاد واستثمار مجال الطاقة النووية لأول مرة نتحدث عن تعاون مع واشنطن في مجال الطاقة النووية اليوم الوكالة الأمريكية سوف تتعهد بهذا الأمر التعاون بين العراق وبين وكالة الطاقة الأمريكية حول التعاون في مجال الطاقة النووية هذا مهم جدا وهذا ما ننتظر مثل هذه الزيارات أستاذ حليم أرحب بك مرة ثانية وأتساءل من وجهة نظر اقتصادية بما أنه ذكرنا بالمقدمة أنه هوية هذه الزيارة اقتصادية استثمارية فشلون تابعتها؟ يعني بالحقيقة ما نقدر نحدد هوية هذه الزيارة أنها اقتصادية استثمارية لكن العراق بدأ مع الحكومة حكومة السيد السوداني يركز على الجانب الخدمي وبالتالي الجانب الخدمي يحتاج إلى أن يكون الاقتصاد مستقر وقوي وكذلك زيادة في الاستثمار وتطوير للقباع الخاص وهذا ما إذن العليا الوفد وغيابة من الجهات الأمنية والأسكرية نعم ولذلك لا يغيب الملف السياسي والملف الأمني عن هذه الزيارة لكن بطبيعة الحال أراد العراق أن يحقق من هذه الزيارة بناء كثير من التفاهمات مع الجانب الأمريكي وإضاح كثير من الأمور العالقة مع الجانب الأمريكي شوف عمر العلاقات منذ 2003 ولحد الآن منذ الإطاحة بالنظام الدكتاتوري وبناء نظام سياسي ديمقراطي اتحادي برلماني جديد في العراق لم تستقر العلاقات العراقية الأمريكية دائما هي غير متزنة ودائما فيها شد وجذب والسبب أن هناك تطرف من قبل الجانب الأمريكي أو ربما بعض الطغيان لعدم سماع أو الاستماع إلى طلبات الجانب العراقي وبالتالي شوف المجتمع العراقي أصبحت لديه احتياجات جديدة هذه الاحتياجات تجعل من الحكومة العراقية أن ترفع صوتها قليلا باتجاه المطالبة بحل عقد كثير من الملفات اليوم تقول للملف السياسي حتى الملف السياسي يحتاج لكثير من الجهد ويحتاج إلى خبرات سياسية متمرسة وإلى ناس يعني بارعين في التفاوض مع الجانب الأمريكي حتى نبين طبيعة هذه العلاقة لاحظ أما في الجانب الأمني صحيح إحنا صارت عندنا هذه اللجنة العسكرية العليا اللي بدأت يعني تدريجيا الاجتماع بين الطرفين الأمريكي التحالف والجانب العراقي لغرض وضع اللمسات أو تقييم الوضع الأمني في العراق أنا أقول لك من الآن أن عملية الاستغناء عن قوة التحالف الدولي أو خنقول الخبراء الأمريكان المتواجدين يحتاج إلى سنوات ولذلك لا يطلع واحد يتصور أنه يحرج حكومة السوداني وكأنه السوداني إذا رجع إلى بغداد اليوم بعد أسبوع لازم التحالف ينتهي والقوات الأمريكية تذهب لا هذا كلام ساذج هذه المسألة تحتاج لكثير من التفاهمات وأيضا تحتاج إلى تقييم حقيقي للوضع الأمني العراقي يعني برأيك هل الجيش العراقي الآن؟ هل تحتاج إلى وجود هذا التحالف الدولي بعدها أن العلاقات العراقية الأمريكية؟ العراق يقول أننا الآن بدأنا نشعر أننا لا نحتاج إلى تواجد قوات التحالف وهذا أفضل على الوضع الحالي نحتاج أن نعكس هذه المهمة من أمنية عسكرية إلى كما أشارت الدكتورة إلى اقتصادية إلى استثمارية إلى ثقافية إلى علمية بمعنى العراق لا يتخلى عن الأصدقاء ترى دول التحالف الدولي هم أصدقاء شاركون الحرب ضد داعش شاركوا في تدريب القوات الأمنية شاركوا في تزويد المعلومة الاستخباراتية للقوات الأمنية ولذلك فكرة القيادة سنقول في العراق القيادة السياسية الزعمة فكرتهم أن تتحول هذه المهمات طبيعة الحال هي إعادة انتشار هي مصطلحات أن تتحول هذه المهمة ونحترمها هذه المهمة نحترم التحالف الدولي لكن نريدها من أمنية عسكرية نريدها إلى ثقافية إلى استثمارية إلى اقتصادية إلى شركات هذه الدول تأتي للعراق وتستثمر وتشارك في عملية الحصول على العقود بالمناسبة ترى هم ماكوا واحد يشتغل ببلاش لا خوة كير يجون راح يحصلون أموال العراق ده يفتح حالة بهذا الموضوع نوع العلاقة دكتورة اللي نحتاجها مع الجانب الأميركي نحتاج فقط مثل ما ذكر أستاذ حليم أنه فقط تقتصر على وجود التحالف الدولي باعتبار أميركي هي اللي يتقود هذا التحالف الدولي أم أنه أكون آخر من العلاقة نحتاجها مع الجانب الأميركي باعتبارها شريك أساسي باعتبار تربطنا ويها اتفاقية إطار ستراتيجي ولو أن هذه الاتفاقية وقعت ولم تنفذ لا هو الآن الزيارة فيها تركيز على جانب من الإطار الاستراتيجي وتفعيل يعني العديد من الفقرات المهمة لكن إحنا هاي الزيارة شتفيدنا وهذه العلاقة شتفيدنا يعني مثل ما قال الأستاذ هذه الزيارة تفيدنا أنه العراقي يستعيد دوره في المنطقة إحنا اليوم أكو تأزم تأزم بالعلاقة تأزم بين الجمهورية وبين أمريكا في العلاقات اليوم أكو تأزم أيضا بجانب السوري وهذا موجود بالمهمة بالحوارات إحنا العراق اليوم نريد نستفيد من علاقته بالتحالف نستفيد من علاقته بأمريكا نستفيد من هاي العلاقة العراق يعود لاعب إقليمي في المنطقة قد يعود لاعب عالمي هو يقرب وجهات النظر بالتالي هو العراقي يكون هو يصنع السلام في هذه المنطقة يقرب بوشهات النظر وهذا مهم جدا اليوم تقريب بوشهات النظر يعني احنا لحد فترة قريبة كان الأردن ومصر هم من يقومون بهذا الدور هم من يقربون بوشهات النظر مثلا بين أمريكا وبين دول الخليج أو في المنطقة كانت مصر لديها تأثير ودور كبير حتى من أيام جمال عبد الناصر من أيام استادات هي وقعت اتفاقية كام ديفيد وبالتالي تبحى جميع الدول العربية بدين بمحور التطبيع قبلها من كان جمال عبد الناصر وقام بالتغييرات وحرب 73 والعرب كلهم فبالتالي العراق اليوم إذا يعني يرجع دور الإقليمي دور العالمي هو يكون حمامة السلام وهذا من يقرر هذا يقرر العراق للمباحثات والتفاهمات مع الجانب الأمير وعودة العلاقات مرة ثانية العلاقات الدعم الأمريكي للعراق يكون نموذج في المنطقة نموذج هو فيه بنية احتية نموذج للسلام نموذج للديمقراطية نموذج أيضا للثقافة وأنا أركز على جانب الثقافي والجانب العلم مهم جدا اليوم من نرسل 3000 طالب مبعوثين يجون بهذه الثقافة وينشروها في العراق بالتالي يكون متعلمين تعليم عالي يستفيد من عتم يستفيد البلد من عتم هذا مهم جدا أكيد أمريكا رح تدعم هذه التجربة في العراق بالتالي هي تكون حريصة على هذا النموذج وتحاول احتواء هذا النموذج وتحاول الحفاظ على هذا النموذج فبالتالي هذا النموذج ممكن يكون من النماذج الرائعة في المنطقة هو العراق يحاول أن يقرب بوشهات النظر. قد تكون طبعاً الجارة إيراني اليوم حليف استراتيجي مهم. وعمق استراتيجي مهم للعراق. فبالتالي العراق يسعى للحفاظ على العلاقات الأمريكية الإيرانية. ومن باب تقريب بوشهات النظر. في تقدير هذه الزيارة وهذه العلاقات هي مهمة جداً. ليست فقط للعراق إنما للمنطقة جملة وتفصيلاً. وخاصة أن أمريكا لا تريد أن تدخل في حروب جديدة. باعتبار اللي أفهم من كلامك أنه نحتاج إلى حقوق علاقات دبلوماسية أكثر مع جانب الأمريكي. حكومة سيد السوداني ما شاء الله تتحلى بهذه الحلقة. ونستغل الدور الأمريكي في المنطقة الأقليمية. وخاصة النوايا العفو. يعني النوايا الجانب الأمريكي. يعني شفنا الرد على ضربة إيرانية. أمريكا مشجعت إسرائيل على هذه الضربة. فبالتالي لا توجد رغبة عالمية بفتح حروب جديدة أو حرب عالمية ثالثة. ونشوف الحرب ونوصية لأكرة من رئيس الأمريكي بايدن بعد الضربة الإيرانية لأمريكا. بعد سنة ونصف أستاذ حليم من حكومة السوداني. شو نتقيم مستوى العلاقة ما بين العراق وأمريكا؟ لأنه استقبال الرئيس السوداني رئيس الوزراء. هذا مؤشر على تحسن العلاقات مع الجانب الأمريكي؟ شوف أنا مرة أخرى أقول لك تعرضت حكومة السيد السوداني إلى هزات وضربات مباشرة من الجانب الأمريكي. لا ننسى لا ننسى العقوبات التي أطاحت ببعض المؤسسات المالية والمصرفية العراقية هذه بحد ذاتها يعني كحكومة عراقية تأشرها أنها تحدي أو ضربة للحكومة اليوم أنا عندي برنامج حكومي وهذا البرنامج الحكومي هو علني. والجانب الأمريكي بدأ يعرف أن هذه الحكومة الجديدة التي شكلها لإطار التنسيق يبارك لها وإدارة الدولة تحالف إدارة الدولة التي كانت تحالف إدارة الدولة التي يبارك لها بالتالي الأمريكي تحالف حكومة عراقية نعم يعرفون جيدا أن هذه الحكومة لديها برنامج وبالتالي أنا أعتقد حتى تستقر العلاقة وحتى يكون هناك دعم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتهم دعنا نتحدث علنا أن هذه الحكومة هي حكومة إطارية وربما أنها ميالة إلى الجانب الإيراني أكثر مما ميالة ربما إلى المعسكر الأمريكي أو إلى دول أخرى لكن أثبتت الحكومة أن هذه النظرية خاطئة والدليل أن الحكومة ومتمثلة برئيسها انفتح على دول الخليج انفتح على دول المنطقة انفتح على الدول الغربية وبالتالي رسم نوع من السياسة أن العراق لا يقبل يعني في سياسة المحاور وفي طرف على حساب طرف على حساب طرف آخر ولذلك الكثير قالوا أن السيد السوداني سيحرج أثناء تواجده في العاصمة واشنطن ليش يحرج بسبب الضربات الإيرانية على الكيان الصهيوني وبالتالي يعني أدار هو أدار هذا الموقف بشجاعة أدار هذا الموقف بذكاء أيضا اليوم أنت لازم تعترف أن أمريكا هي المتسيدة على العالم وبالتالي أمريكا تملك التكنولوجيا تكنولوجيا الطاقة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الصحة وتكنولوجيا التعليم أمريكا متسيدة على كل العالم إحنا شن الفرصة اللي نريدها حتى نأخذ من أمريكا قدر الإمكان نأخذ من الأمريكا ليش نضعف دورنا قدر ولا نضعف دورنا أنا أقول شنين ليش نشوف أمريكا بهذه الصورة بينما إحنا أهل الأرض إحنا أهل الخيرات وحتى هذه الشراكات الاستثمارية راح تجيني شركة تستثمر بالداخل العراقي فبالتالي الثروات العراقية أرجو أرجو أن لا أن نتفهم كلامي بهذا أمريكا هي سيدة العالم خذها مني أمريكا هي سيدة العالم سيدة العالم بمات ملكة من قدرات وإمكانيات لذلك إحنا العراق هذا البلد اللي بيه النفوط وبيه الغاز وبيه البتروكيمياوات إحنا شقد عدنا إمكانية أن نقيم علاقات جيدة ونعطي تطمينات إلى الأمريكي أن يأتي مستثمرا إلى الديار العراقية سألت شنو نوع العلاقة اللي نحتاجها مع الجانب الأمريكي علاقة مستقرة بعيدة عن ممارسة علاقة مستقرة تقوم على احترام سيادة العراق واحترام شعب العراق وبالتالي لا يمكن السماح لأي دولة أخرى أمريكا أو غير أمريكا أن نتمارس ضغطها ربما هذا الضغط اللي يسبب الخناك للاقتصاد العراقي يسبب الاختناق للشعب العراقي يسبب الاختناع حتى للسيادة العراقية عدنا عقوبات مصرفية لحد وقت قريب عدنا أكثر من 30 مصرف وخزانة أمريكية رأس المال جبان اليوم الدول يعتبر العراق بأطاردة للاستثمار فمن يجوا يستثمر عندك بالعراق بهالعقوبات اليوم من يكون شراكات مع المصارف الأمريكية مع الشركات الأمريكية كبريات الشركات تأتي وتستثمر في العراق هذا يشجع كبريات الشركات الأخرى أن تأتي وتستثمر في العراق أنظر لأمريكا على أنه هي المتحكم وهي صاحب القرار لماذا هي المتحكم؟ أنت ممنطيها انتداب هي شريك أحتاج إلى أدوار محددة إليه وإلي أدوار وتكون الشراكة قائمة على هذا المطاق هي العقود كانت واضحة العقود على أساس شراكات استثمارية في مجالات مختلفة في مجال الزراعة في المجال المصرفي في قطاع الصناعة في قطاع التعليم في قطاعات مختلفة بالتالي هي عقود استثمارية إذا سمحت للدكتورة في هذه الزيارة ترى لم يوقع أي عقد وقعت مذكرات تفاهم سوى عقد واحد مع شركة للكهرباء راح تسوينا أعتقد محطة للطاقة الكهربائية 3000 ميجاوات ولذلك أقول لك الأمريكان موسهلين الأمريكان موسهلين أن ينطون سهل أن يأخذ لذلك هنا راح تنجح راح تنجح تسمحي لي دكتورة راح إلى أي مدى راح ينجح السياسي العراقي أو الزعمة أو الحكومة العراقية في ملء كثير بطونهم بالصبر على الأمريكان حتى نجر الأمريكان إلى منطقة العراقية إلى منطقة الاستثمار نحتاج أن نحن ننطيهم تطمينات إلى الشركات وحتى إلى الفاعل السياسي أن يجي للعراق يشوف العراق بلد مختلف تماماً لازم تتغير النظرة هذا اللي يحدد هذه النقاط شون اليوم لازم أستفيد من الجانب الأمريكي بأنني أعرف أن الجانب الأمريكي أدى خبرات بمجالات تانية يحتاجها الطاقة النفط وتأمين النفط وغيرها من الأمور فشلون لازم أستفيد من هذا الموضوع؟ طبعاً هو رأس المال والشركات الاستثمارية تحتاج بيئة آمنة نحن لم يجد الشركات الروح نضربها أو الروح نسوي مشاكل ويجب أن يكون هناك استقرار أمني استقرار حكومي هذا مهم جداً دعم العمل المؤسساتي هذه الشركات تحتاج إلى قانون وقانون الاستثمار الوضع بالداخل مستقر اليوم؟ الحمد لله يعني الوضع نوعاً ما مستقر زيارة سيد السوداني أيضاً سوف تغير الكثير من القناعات بالتالي هي زيارة يعني تعتبر نصر للعراق الحمد لله قد تغير كثير من الأمور يتغير الجانب الأمريكي في جانب المصرف ويحن اليوم متضررين بجانب المصرف وجانب الاقتصادي فممكن رجعت السيد السوداني مع الوفد المرافق له تكون هناك تغييرات تغيير على سعر الصارق بالدولار تقلل هذه العقوبات وترفع هذه العقوبات أكيد سياسي لهذه الزيارة من كل المكونات الداخلية السيد السوداني هذا شو رحي نعكس على مخرجات الزيارة السيد السوداني باعتباره هو رئيس الوزراء وهو يعني يمتلك القرار التنفيذي في العراق لكن مع ذلك في تقديري إنه من الحكمة والحنكة والحرص على التهدية هو أخذ تطمينات إقليمية وكذلك داخلية حتى قرر أن يسافر إلى واشنطن وهذه وهو محمل بالعديد من الرسال قد تكون هناك رسائل خفية غير ظاهرة أو غير معلنة في الإعلام غير الرسائل التي ظهرت أستاذ حليم العراقين هواي متفاعلين بهذه الزيارة تشوف هذا التفاعل طبيعي منطقي لو أنه لازم نعرف أنه هذه الزيارة شنو رح تنطينا شنو رح ناخد من عدها ونتعامل بها بواقعية أكثر يعني يوم بطبيعة الحال أي انفتاح عراقي على دول الغرب أو دول الشرق يعني هذا الانفتاح بحيث يخرج العراق من محليته إلى الخارج هو فعل جيد يعني احنا ما نريد نقول نتفاعل لو ما نتفاعل زيارة نقول عدنا ثقة بهذه الحكومة أن يعني تنفذنا احتياجاتنا احنا العراقيين ولذلك أنا أشوف يعني جزء كبير من جدول هذه الزيارة ركز على الجانب الاقتصادي والاستثماري وكذلك ناقش موضوع العقوبات أنت تعرف وقعت عقوبات على أكثر من ثلاثين مصرفا عراقيا السيد رئيس الوزراء التقى بوكيل وزارة الخزانة الأمريكية المتخصص في هذا الجانب من ضغط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو هذا عليه وكان كان يعني الكلام صريح جدا ويا نعم الرياكشن يعني رد الفعل العراقي قد تكون احنا هناك تفائل ربما هناك حلول قريبة أنا أقول لك حتى تكون المعلومة الآن كنا نتحدث أنا وحضرتك قبل البرنامج عن أنه لازم يصير عندنا صناعة محتوى إعلامي يتحدث بالحقيقة الحقيقة الموضوع يحتاج إلى وقت طويل الأمريكان لا يعطون الأمريكان دولة مؤسسات معلوماتك معلوماتك عن هذا سأقول لك شغلة لا بايدن ولا غير بايدن سيضطي أمر أنه فكوا أو متفقوا هذا هو قرار دارة أمريكية وقرار أشخاص هناك مشروع دعني أتحدث بهذه المعلومة هناك مشروع حمله السوداني إلى الخزانة الأمريكية والفيدرالي بخصوص هذه المصارف المعاقبة اليوم غردت السفيرة الأمريكية ولذلك أنا أقول لك علينا أن نتعامل بحذر ونضغط على الجانب الأمريكي أن يفق هذا الخناق على المؤسسات المالية العراقية حتى نستطيع مستحيل يجيك الاستثمار إذا ما أكو مؤسسات مالية مصرفية مستقرة نقار رئيس الوزراء بس أرد كمل النقل قانون استثمار حقيقي أن السوداني حمل لهم ملفا هذا الملف فيه كثير من الحلول مع الخزانة ولذلك اليوم هما يتحدثون أن هناك لجنة بين الخزانة والفيدرالي والبنك المركزي ستعيد هذه اللجنة تقييم تقييم العقوبات التي وقعت على عدد من هذه المصارف اليوم مثلا على سبيل المثال السفيرة الأمريكية غردت قالت أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مبلغ خمسين مليون دولار نعم قرض بس إذا تسمح لي الدكتورة هذا لغرض دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب لكن وين يروح هذا القرض؟ بحظن منه؟ المصرف الأهل العراقي المصرف الأهل العراقي صحيح اسمه المصرف الأهل العراقي لكن هو مصرف أردني أنا أقول لماذا لم تذهب هذه الخمسين مليون دولار إلى مصرف التي بي آي العراقي المصرف اللي هم الأمريكان ساهموا في تأسيسه وتعزيزه هذا شي يدلل؟ هذا يدلل أنه لحد الآن الأمريكان ما عندهم ثقة بالمؤسسات المصرفية العراقية في حين هناك مصارف أهلية أخرى يعني ما موجودة عليها العقوبات موجودة عندنا أكثر من أربعة إلى خمسة إلى ست مصارف أقول إيش معنى ما راح هذا المبلغ الخمسين مليون دولار إلى مصارفنا حتى نحركها حتى الجانب الأمريكي يشعر الجانب العراقي أنه المصرف اللي ما طالتها العقوبات إحنا عندنا مصدر فقه فأني دكتورة بس بس محيلي فأني شلون عفوا أستاذ حليف فأني شلون أفق بالجانب الأمريكي كحليب ستراتيجي وهو بهذه النقطة مثلا تعامل بهذه الطريقة وهي مون مشكلة بالجانب الأمريكي هنا أنا قد أختلفوا يا أستاذ حليف المشكلة أنه إحنا عندنا بالجانب المؤسساتي يعني ممكن تجي هاي الأموال السيطر عليها الطبقة السياسية أو السيطر عليها الحكومة بالتالي تذهب هذه الأموال هي المشكلة عندنا ماكو تفعيل دور المؤسسة هل ستتحدث ما هي حتى حركة الأموال تحييعون تحت عيون الأمريكان تصير تحت حركة المنصة الكترونية أنا أكمل نقطة مهمة جدا نقطة مهمة جدا أنا أقول إحنا هذا البنك المركزي نفسه قدم مبادرات لدعم القروض الصغيرة والمتوسطة وقرض السكن في سنوات ماضية قيمتها وصلت للأربعة مليار دولار ليس 50 مليون دولار فلوسنا إحنا البنك المركزي اليوم قيمة الاحتياط المال البنك المركزي يفوق 120 مليار دولار ولذلك أنا أعتقد هاي الخمسين مليون التسأني آني إذا كان الحكومة العراقية أشكر الولايات المتحدة الأمريكية وأقولهم إحنا ما نقبل يعني بهذا الموضوع إحنا عدة الإمكانية الكاملة إحنا نحتاج هاي الخمسين مليون دولار حولوها إلى شركات دولية لغرض الرقابة شار كويانا حلونا موضوع دعم المؤسسات المالية والمصرفية العراقية إحنا فلوس موجودة عندنا بالتالي هاي الحركة يعني إحنا اليوم في برنامج مهم دعنا نتكلم بحقيقة الآن يمكن السيد الرئيس الوزراء يمكن طار هساب الطيارة رجع للعراق نحن نتمنى جميعا كعراقيين أن تكون نتائج هذه الزيارة مثمرة ويستفيد من عدد الشارع العراقي ويستفيد من عدد الشعب العراقي طبعا أكيد طيب أكيد واحدة من النقاط الأساسية اللي ركز عليها رئيس الوزراء وأرجع مرة ثانية طرحتها في بداية التغطية نعم موضوع اتفاقية الإطار الستراتيجي نعم هذه الاتفاقية اليوم مش قد راح تحقق من أهمية بالنسبة للشعب العراقي بما أن هذه الاتفاقية تقريبا إطناعش قسم بها هواي نقاط نعم لقات مختلفة وكبيرة مختلفة وحتى الجانب الاقتصادي بها معالجات وشراكات مع الجانب الأميركي هل سهي الاتفاق الإطار الستراتيجي سيبتدي تتفعل تشكلت لجنة من وزير التخطيط ومن وزير الخارجية الأمريكية بمتابعة من الرئيس بايدن وسيد رئيس الوزراء بالتالي راح تتم تفعيل الأبواب هي تقريبا من 11 باب مكونة بها العديد من الفقرات الكثير من الاتفاقات لكن يتم تفعيلها شيئا فشيئا هل سعدنا اتفاق الإطار الاستراتيجي هذه اللجنة واللجنة العسكرية المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية يعني قوات التحالف من العراق الآن لدينا لجنتين بالتالي تتم متابعة هذه اللجان لكن مثل ما ذكر أستاذ حليم هذه اللجان هي مبيوم ليلة تنهي عملها تحتاج إلى وقت تحتاج إلى دراسات تحتاج إلى إرسال بيانات تحتاج إلى مدخلات ومعطيات مهمة مبينا ليلة وضحوها هناك متابعة عراقية ومتابعة أمريكية يعني تختلف مستوى الاتفاقات هذه المرة يعني بالنسبة للجانب العراقي وزير التخطيط يتابع من قبل رئيس الوزراء تم اختياره على رأس هي اللجنة بالاتفاق الإطار الاستراتيجي كذلك اللجنة العسكرية هي من وزارة الدفاع كذلك من قوات التحالف طبعا هناك متابعة هناك خلافات اختلافات اتفاقات يعني عمل النجان هو ليس طريق معبد بالورود ويتم الاتفاق على جميع الأمور هناك أكيد تفاصيل هناك تظهر بعض المفاجآت بعض التفاصيل الجانب الأمريكي قد يتشبث ببعض الجوانب وتعودنا عليه هو مفاوض شرس وقوي لذلك احنا أيضا نعتمد على المفاوض العراقي نتمنى أن يكون قوي ويعني بمستوى الأمانة لأن هذه مصير بلد وهذه اليوم مصير شعب أيضا بالتالي نحن نعول على هذه الاتفاقيات هناك الشعب العراقي والشارع العراقي ينتظر هذه النتائج اليوم الشارع فرح بهذه الزيارة حقيقة ونتائجها مفرحة جدا لكن نتمنى أن النتائج هذه الاجتماعات وهذه الاتفاقيات تصفي مصلحة الشعب العراقي وأن تكون قريبة أكيد تكون العلاقات على أساس المصالح المتبادلة بين الطرفين جيد أستاذ حليم التركيز على موضوع الطاقة وموضوع الغاز ووزير النفط صرح بأنه خلال فترة قريبة رح نقدر أن نصدر الغاز إلى الخارج ونقلل من الغاز المحترق وغيرها من التفاصيل هذه ما قد أكون إمكانية لهذه المواضيع؟ فترة قريبة هذا ما يقوله وزير النفط لا أعتقد أنت ملتقط هذه المعلومة نحن يحتاجن حسب كلام السيد السوداني من سنتين إلى ثلاثة لاندخلت شركة صينية وشركة الهلال الإماراتية للاستثمار في الغاز المصاحب يحتاج أننا من سنتين إلى ثلاثة رح نستغني عن استيراد الغاز من الجارة الجمهورية الإسلامية فإحنا هس حير إحنا حايرين بالعراق ريد نستثمر بالغاز لغرض سد الحاجة المحلية أولاً بعدين إذا إجتنا شركات ربما بالغاز الثقيل الغاز المسال لأن عندنا إحنا حقول عكاز وحقول أخرى فيها غاز إذا إجت شركات واستثمرت هذا غير موضوع وممكن يصير تصدير للغاز العراقي لكن اليوم أنا أشوف أن هم الحكومة العراقية بأي شكل من الأشكال تريد أن تنتج الغاز تقلل من الإنبعاثات أولاً تطلق من الاستيراد والظر هذه الإنفايرمنت ما للبلد تاربور أثنين تريد بيوم من الأيام تستغني عن مبلغ قدره أربع مليارات ونص دولار أن نطيها لتجارة إيران حتى نستورد الغاز من عدها للعلم في بعض الأحيان تجارة إيران من ضايقة من عدنا تقول إحنا نحتاج الغاز صحيح بطلب لكن يمكن بوجود هذه حسن العلاقة جيدة لا يمكن أن تتخلى إيران عن العراق في هذا الجانب بالرغم من أن العراق يدفع فلوس يكون مقابل بهذا الشكل ولذلك أقول دائماً تشوف أنت السوداني يركز على الاستثمار ويركز على إعادة الصناعة صناعة النفطية إحنا عدنا النفط الاستخراج وعدنا الغاز وعدنا البترو كيميائيات وهذا كلش مهم الآن هو دعا واحد من المعاهد المهمة في هيوستن هذا متخصص في تقديم الدراسات المتنوعة لتقييم وضع الطاقة في العراق ومستقبل الاستثمار بيها أنا أقول هذا الشغل هو الصحيح أن نستعين بأهل العلم بالخبرة 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 يمكن هم يرسموننا الخريطة المناسبة لكن إحنا أهل المال وإحنا اللي راح نوافق على هذه الشركة منوافق أو نوافق على هذا المشروع لو ما نوافق أشوف الأمور ماشية باتجاه جيد لكن لو تحقق من هذه الزيارة مجملا إحنا ننظر العراقيين كمية هاي المذكرات عشرة بالمئة لو تحقق من مجموع 100% الزيارة لحد الآن لحد الآن 18 مذكرة تفاهم أغلبها ركز مثل ما ذكر الأستاذ حليم على جانب الطاقة والاستثمار والأمور النفطية بقى عندنا موضوع مهم أن هذه الشركات بالتأكيد راح تكون أكو بتواجد الجانب الأميركي من هنا راح يحدد بساحة الجانب الأميركي وحجم تدخله بهذه المواضيع ومنطقة فرض الإرادات ما بين العراق وأميرك يعني الاتفاقات وأكيد الجانب الأمريكي يعني يحترم بعد سيادة العراق اليوم هذه الزيارة هي نقلة العلاقة العراقية الأمريكية من سياسة عسكرية سياسية علاقة عفوان سياسية عسكرية إلى علاقة شراكة علاقة اقتصادية قائمة يعني بالشكل الأول على الاقتصاد فبالتالي لا يمكن شركات اقتصادية جاية تتحكم في الجانب السياسي هذه الشركات ورأس المال جبان يريد أن يستثمر يريد بيئة آمنة يريد أن يعمل بالتالي هذه الشركات أيضا لا تريد أن تضيق النطاق على العراق والعراقيين وهي تكون ضيف ثقيل عليهم تريد أن تعمل تريد أن تستثمر تريد أن تستفيد كذلك عندما اليوم تعقد شراكة أو عقد استثماري مع العراق تريده نموذج لكي تعقدهم مع دولة أخرى فبالتالي إذا كان هناك مشاكل هناك محاربات هناك إشكالات هذا تكون أيضا نقطة سلبية على هذه الشركات فهذه الشركات تريد أن تستثمر تريد أن تعمل ثانيا العقلية الأمريكية والعقلية الأوروبية هي مختلفة هو اليوم يجي عندما يركز في أمر يركز في هذا الأمر الذي يعمل فيه لا يتدخل في الجانب السياسي وهو أتى للجانب الاقتصادي فاليوم الهدف الأساسي وخاصة العالم التوجه العالم الجديد كله نحو الاقتصاد المشاريع اليوم طريق الحرير اليوم المشاريع الأمريكية رواد المشروع الأمريكي العالم الكبير كلها مشاريع اقتصادية واتساب فيسبوك هذا الاستثمارات الجديدة في العالم الشراكات العلاقات كلها قائمة على الشراكات الاقتصادية العالم انتقل في علاقاته بعد أن كان يركز على الجانب السياسي جانب الاحتلالي جانب العسكري تحول إلى العلاقات الاقتصادية وفي تقدير العلاقات الاقتصادية هي أبقى وأضمن لا تؤثر على لا تطير حفيظة الآخرين لا تؤثر على قناعات الشعوب لا تؤثر في نفسياتهم بالتالي هي علاقات غير بينية لكن هي بينية في جانب الأرباح في الوجود فلها تأثير أكبر وشركات تربح فيها أكثر وهذا ما يهم اليوم المواطن أكثر موضوع اللقاء مع وزارة الخزانة الأميركية الذي ذكرناه رح يأثر على موضوع استقرار الدولار بالداخل العراقي وسعر الصرف من خلال إعادة تأهيل بعض المصارف التي مفروض عليها البقوبات من الخزانة يعني طبيعة البيان الحكومي الذي صدر أن هناك مؤشرات إيجابية من الخزانة وأن الخزانة الأمريكية أشادت بالإجراءات الحكومية مؤخرا خلال هذه الأشهر الماضية في سبيل أنه رفع منسوب أو نسبة أن هذه المؤسسات المالية المصرفية العراقية أن تطبق المعايير الدولية في التعامل منها طبعا غسيل الأموال وهذه كلش مهمة منها موضوع تهريب العملة التعامل غير الصالح بالدولار هل هذه المصارف بدت تتعامل يعني من خلال المنصات التجارية هنقول المنصة الألكترونية المنصة اللي يحطها بالبنك المركزي بالمناسبة هاي منها نهاية السنة المنصة تنتهي ليش لأنه خطة طبعا خطة الحكومة أن تتهيأ مصارف عراقية تملك مباشرة مصارف مراسلة المصارف المراسلة اللي هي موجودة في أمريكا مصارف اللي معروفة وهي يجيل حركتها المالية؟ نعم هي شن المصرف المراسل هو يدقق يدقق الحوالة المالية الآن عملية تدقيق الحوالة المالية تمر على البنك المركزي في البنك المركزي شركة للتدقيق متعاقد وياها البنك المركزي ثم تذهب بعد هذه الشركة إلى البنك المراسل الآخر يدققها ولذلك دي يصير تأخير لكن رغم هذا صار تطور لدى عقلية التاجر بدل أن يذهب إلى السوق السوداء لشراء الدولار ودعم تجارته انجبر إلى حد ما إلى المنصة بدأت المنصة فلكسبل إلى حد ما لكن هذه عملية فيها تخلف كبير للنظام المالي العالمي اليوم أنت أنا عندي مصرف عراقي نفرض تي بي آي يفترض أنا إذا تاجر أو أي شيء عندي مبلغ تسمح بي معايير دولية أن أحوله أحوله مباشرة من حسابي وأملي الأوراق التي يريدها البنك لا يوجد داعي يذهب إلى البنك المركزي ويرجع ويروح إلى أمريكا ويرجع المؤشرات حسب البيان الحكومي تقول أن الخزانة الأمريكية والفدرالي الأمريكي راضين عن بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومة العراقية طبعا الحكومة العراقية دعمت البنك المركزي بجملة من الإجراءات منها إجراءات رقابية منها إجراءات تدقيقية ومنها دعم معنوي حتى البنك المركزي يأخذ دوره الصحيح في السيطرة على المصارف لكن إحنا أصبحت عندنا مشكلة هل تعتقد بقى السوداني صامت أمام الخزانة مشكلتنا إحنا أكثر من 30 مصرف معاقب فتحها السوداني بصراحة وياهم وكان يحمل مشروع كما تحدث سابقا سمان يدعلم عن هذا المشروع ولمان متأكد منه لكن هي ربما معلومات هذا المشروع قدمه للخزانة لذلك أنا أقول عندما اتفقت الخزانة والفدرالي والبنك المركزي لتأسيس لجنة لإعادة تقييم العقوبات اللي صدت بحق هذه المصارف أنا أعتبرها خطوة جيدة لكن قد يكون الوقت يستخرق أشهر يستغرق سنة يستغرق سنتين هذه ما أعلم بها أنا وهي المصارف بالأساس أعلم بها من النية إذا كانت نية الولايات وحتى المصارف نفسها هنا نتحدث سياسة حتى المصارف نفسها شرحت هيئ نفسها وشورة أي تأهيل نفسها وفق المؤشرات العالمية هذا البنك المركزي اشتغل على هذه المصارف جيد خلينا بها لا خلينا نكمل هذه النقطة إذا كانت النية لدى الولايات المتحدة أنا أتحدث من السياسة الآن هو لهذا يبطر دعاق الهدكتورة لا لا إذا كانت النية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مع هذه الحكومة العراقية ويعني لديها أصبح أجندات لدعم هذه الحكومة لأن هذه الحكومة تعمل يعني بشكل صحيح وهي قدمت برنامجها والأمريكان قاعد يشوفون أن هذه الحكومة فعلا يعني حكومة تقدم الخدمات ويجاية من رحم الديمقراطية اللي هم يعني بنات الديمقراطية جماعة مثل ما يدعون مثل ما يدعون يعني هذا ينتيبين هذا يحتاج لأشهر مو بس أشهر يحتاج المؤسسات العراقية الموجودة الآن سواء المستشارين المرتبطين بالسيد رئيس الوزراء أو مكتب رئيس الوزراء أو هيئة المستشارين أو حتى المؤسسات والوزارات ذات العلاقة اجقد عدها حرص أن التابع الزغيرة والشبيرة اللي اتفق بيها السوداني بالزيارة أو الوفد الويال وزراء والمستشارين وقعوا عليها يرادلها متابعة دقيقة أنا أعرف أن السوداني مينام الليل يدقق في هذه الأمور إذا كان أكو أوردر لجيها معينة صار الأوردر الساعة بالتسعة أنا أعتقد بالعشرة بالليل راح يدقق على هذا الأوردر وين وصل إيش قد نسبة الإنجاز مالتا هذا الشي مفرح لكن بنفس الوقت نحن لا نضمن الظروف المنطقة الآن منتهبة هناك حرب غزة موجودة هناك توتر بالعلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تؤثر شئة أم أبيت على الشارع العراقي أو على الداخل العراقية هذا السؤال اللي بكتور الدائش قد راح أتأثر على مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية باعتبار العراق اليوم حليف وجزء من هذه المنطقة طبعا وأكو علاقات متوترة ما بين الجبهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني دخل أيضا على الخط والقضية الفلسطينية اللي هي أساس كل هذا الصلاة بس فيه تقديري أنا اختلفوا يا أستاذ حليم فيه تقديري التورة هو يختلف لا 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 سياسة الارتصال لا فيه تقديري أنه الوضع يعني علاقة العراق بأمريكا هو يخدم الجمهورية ويخدم المنطقة يعني قد يكون العراق لماذا أنا شكالت؟ لا يعني تقول فيه ظل توتر وهذه الزيارة موجود توتر لكن هي ممكن هذا التوتر ممكن يخف من خلال هذه الزيارة والعلاقة قد يكون السيد السودان وحكومته تمتص هذه النقمة وهي تلعب دور حمامة السلام وممكن تقرب بجهات النظر وقد تكون هي اللاعب في المنطقة احنا ليش نعتمد فقط على الأردن؟ ليش اليوم مثل ما ذكر هستاذ حليم استفيرة الأمريكية ليش تعتمد على المصرف الأهلي؟ ليش؟ لأنهم أولاً كانوا داعمين مصر وداعمين الأردن من دول التطبيع وداعميهم وكان هذا الأردن ومصر من النماذج الحارسين عليها في المنطقة لا عدوان مبدأ حسن النية؟ مبدأ أنه احنا فتحنا باب علاقة جديدة مع الجانب الأميركي؟ نعم 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 احنا ما مختلفين احنا اليوم احنا ما مختلفين بس الجانب الأميركي مختلفين مثل هم التصرفات؟ لا لا احنا بعد سيد السودان اليوم طار احنا بعدنا مبدأ الاتفاقية احنا خلينا يعني شوية مثل ما يقول ببرهن على حسن النواية وندفع وننتظر مع ذلك هم ما مجبورين اليوم يدعون السيد السودان ويفتحون هذه الأبواب وهذه الاتفاقيات وهذه الأوراق وهذه الملفات الجانب الأميركي واضح وهو يعني تعتبر نفسه أمريكا سيدة العالم يعني هي مو بحاجة العراق لكن فعلاً هي محتاجة العراق ليش؟ لأن هي اليوم حقيقة هذا حنرجع لإسرائيل الأمن القومي الإسرائيلي أصاب العالم بخيبة وفشل أمريكا كانت تعتبر إسرائيل هي نموذجها في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط قضية الطوفان الأقصى أفشل للأمن الإسرائيلي هذا النموذج ثبت ضعفة ثبت ضعفة وفشلة بالتالي هي تسعى إلى نموذج آخر يكون قوي في المنطقة هذا النموذج يحقق لها الاستقرار في المنطقة وبالتالي يكون داعم لها داعم لها مو داعم عسكرياً داعم للسياسة الأمريكية للديمقراطية الأمريكية بالتالي من أجل أن تحافظ على مصالحها في منطقة الشرق الأوسط فهي الآن تنظر إلى العراق هو هذا النموذج النموذج الجيد النموذج الذي ابتدأت فيه لتحقيق الديمقراطية النموذج الذي يحتاج إلى بنية تحتية وهي ممكن أن تساعده في مجال البنية التحتية تكنولوجياً معلومات ويكون نموذج في المنطقة وبالتالي العراق هو من يقرب وجهات النظر ويحاول أن يحقق السلام في المنطقة المنشودة التي نحتاجها هذا الذي ننتظر ونتمنى أن هذه الزيارة تبرهن هذا الشيء والتفاهمات بعد 150 سنة ما راح يتحقق هذا النموذج الذي تتكلم عنه لا إن شاء الله سعادة الشكتور لا يمكن أن يتحول العراق إلى نموذج مشابه لإسرائيل لا مو إسرائيل ضعفة الموديل ما لإسرائيل الآن أمريكا تفكر في موديل ثاني حضرتش تقولين هو العراق لا أعتقد هذه المقصد يكون مثل نموذج إسرائيل الآن يقصد نموذج للمصالح نموذج مستقر ومعية الشعب العراقي مختلفة الأمور كلها مختلفة لكن نطمح إلى علاقات متينة وجيدة نحن قبل العراقي يكون مثل إسرائيل يعتدي على الدول لكن نموذج مستقر في المنطقة يتمتع ببنية تحتية نموذج جيد جدا نعم نعم بغروب أنا أشكر الدكتورة نداء التعبي رئيس مركز أخبار وطن وكذلك أشكر الأستاذ حليم سلمان شكرا جزيلا الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة نلتقيكم بتغطيات أخرى إن شاء الله في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة